اشتركوا في القناة هذا واحد كان يحكينا قصة يقول أنا زمان كنت فقير وكنت منا متزوج ولا بوظيفة وإنسان على باب الله يقول وترزق الله من خلال اللي يسمونه التكسي هذا ويتكس أو يشيل الناس يقول وانا ببريدة مارا من عند محطة النقل الجماعي يقول وانا أمر ولا فيها كشاي بمسكناصة ومعهندي يقول وانا قف يالله السلام عليكم وقال عليكم وافتح القزازة وين قال على مستشفى التخصصي بالقصيم طبعا هو بنفس بريدة والتخصصي يقول يقول ترتسب يقول يا فتح لالباب الهندي يقول ويركب يقول يمكن ركب لباب وسكر الهندي راح يقول أنا توقع تبع وسواق وشي يقول وراح ودي يقول يا عم انزل عند المركز يقول معه عصا يقول يبدي طاقتك بالباب يقولсь وشفيك يقول офتح لالباب يقول ينزل ويضرب الباب وانا اضر قالت يا عم وشفيك قال لي ولادي انا ماشوف قلت الله هو كبار خاليا قلت كرجان يقول انا ما ادري وش جاني يقول ذاك اللحظة يقول أنا كنت شاب وكنت طايش وكان علي من الذنوب والله يبه عليم يقول الله سبحانه وتعالى أنزل لي هالا آدمي رحمة يقول رحمة والله دعاء الوالدة يقول تنتظر يقول ولبك ونزله يقول ودخله يقول قال يا ولادي خلاص ما يقصرون المستشفى يقول ما يقصرون بس أنا أبي الأجر أبي الخير لي يقول وروح وأخذ له موعد ودخله على الطبيب وطلع يا عم من وين قالنا من الدين الفلانية قلت يا عم أبا أغديك يقول لا والله يا ولادي يقول المشكلة أنا ما معي ولا ريال أغديه بس وديها دورة طيبة تجمل يقول عسك على القوة يقول وانا أمشي ما معي ولا ريال يقول وانا باتجاه والقيه هندي يا محمد وين قال قدام يقول وشيله بخمسة عشر ريال يقول جاب الله غدا الرجال يقول ونزله وغديه واخذه ووديه للنقل الجماعي يا عم الفلوس يقول ما معي شيء يقول ويروح طرع عمرك بالنقل الجماعي يقسم لي يقول لي والله يا أبو فيصل إنه ما عد شهر إلا جيتني وضيفة متصلين علي زين الله سبحانه وتعالى رازقني بسيارة ميراث من أحد الأقارب يقول يعلم الله أني كنت خاطب ما خليت بيت ما جيته ولا حزوجني يقول فجأة هم نفس اللي كانوا رفضيني جوا يزوجوني يجي معت الخير يعلم الله لو يسمح لي أستضيفها بالقناة إنه قالبت حياته إنه قالبت حياته معدن وهذا كله سبب فعل الخير قصة ثانية مشابهة لهو الإخلاص بالقول والنية هذا واحد من الشباب يقول أنا كنت أعيل أسرة يقول كنت أتصدق عليهم يعني فتح لهم حساب يقول حياتي كانت جميلة جدا بسببها الحساب يقول الله سبحانه وتعالى فتح لي لأبواب يقول استمرت معهم ثلاث سنوات توفت الأسرة يوم توفت الأسرة يقول رح تبحث لي عن الأسرة ثانية لقيت الأسرة ثانية لكن شفت غيرت النية بدل ما كانت نية طيبة أصبح يعني الرجل يبحث عن الفخر والتفاخر بل دخلها الغرور نقدر نقول يقول قاعد أدفع أحس أن حياتي تزيد تعاس ليس يعني زي أول حياتي للأجمل بالعكس يقول أشوفها صارت لأتعاس يقول سبحان الله واخلص قول ونية يقولوا ترجح حياتي زي أول نرجع ونقول يا جماعة فعل الخير حتى لو كان بالقليل الآن القناة عطتنا شغل امتاكتك على قليتها شغل رسمي لا تقدر تقول وأنا والله ودي أسوي وأسوي ما دري الله سبحانه وتعالى أرسلك هالخير من خلالها القناة ليش يتفرط بالفرصة ليش يتفرط بالفرصة فيه أكثر من واقف زي ما تفضلنا وقالوا بوليد والإخوان الذهبي الفضي إلى الماسي أسأل الله سبحانه وتعالى القبول لي ولكم ولجميع القائمين على القناة وللمشاهدين اللي الآن يتفاعلون معنا بأرواحهم اللي الآن